موسيقى بلشت رحلتنا من ساحة بلدية سخنين جمعنا المشتركات وعرفناهن على بعض وطبعا الترحيب الصباحي بقلم حلوي للمشتركات طبعا برحلاتنا معنا مرشدين مهنيين معكم ربيع حمودي راح أكون مرافقكم ومرشدكم خلال رحيتنا اليوم نحكي عن برنامجنا وكيف راح يتقسم اليوم عمليا نقرأ دواق الصفر نحن في البداية برنامجنا راح نكون في أول محطة لأن كم المنامنا استراحل التفطور راح نزور إحدى الكرة العربية المهجرة بعد ما نخلص في الغابسية راح نطلع على أراضي عرب السماني يأوه بسموهم عرب الصواني العمليا نحكي كمان عن جليلة على الغربي راح نكون في مطل على وادي القرن وعمليا راح نطلع على قلعة وادي القرن اللي هي قلعة المنفر راح نزور موكين الموكه الأولى الأول نحكي عن خربة جرديح أو بسموه خربة جرديح اللي راح نكون مباشرة على خط الحدودي ما بيننا وما بين الأراضي اللبنانية راح نكون كمان مع عرب العرامش لكن الموجودين في لبنان في أراضي قرية الظهيرة اللي موجودة في جنوب لبنان راح نكون في مغارة الفختي أو الفخت اللي الاسم اليوم متداول للأسف عند الناس فسموها القوس وبعد الصباحيات بلشنا بالفعليات تعرف على خريطة بلادنا صار لازم نبلش ماشي وناخد معلومات عن بلادنا سكان الغبسية لحتى يوصلوا إلى عكا لحتى يوصلوا للبصة لحتى يوصلوا لكفر ياسيف لحتى يوصلوا للكرة المحيطة لإلها لكن قبل سنتين من التهجير نحكي عن الستة واربعين تم رصف طريق اللي هي تقريبا طريق معبدي من الحجارة تم رصفها للغبسية تقريبا طريق الرياضية وليت كانت بداية السيارات في الاقبسية اللي عماليها؟ نحكي عن عائلتين اللي متلاكوا من آño سالم اللي تم رصف طريق فات theaters �로 اصبح لها نلاحظ قسمة الطريق المرصوفة قسمت للغبسية الدايخة من حجارة المشاهدة مرتبة ما تبقى منها أقسام منها هي الطريق المرصوف اللي كانت توصل للغابسية وبعد تهجيرها من كل أراضيها مضلش غير مسجدها هذا المسجد لكن هذا المسجد لا تستخدم قفات لزكان الغابسي حتى يخدم كمان المتورة لمجاورة لغرية الغابسي ما بنى بالفضل العثمانية هيك ما نكون زرنا أراضي قرية الغابسية ومسجدها ويلا على الباص خلونا نكمل مشوارنا وطبعا قبل الفطور لازم نعمل شوية رياضة ومندلع مشتركاتنا بفطور مميز هون كنا بطريقنا لمطل قلعة المنفر أحلى أجواء رحلتي طبعا وادي القرن هو مقطع من الوادي لكن اليوم الناس أخذت تسمي لجميع المقاطر تسمية وادي القرن لكن عندنا في بلادنا امتاز أن كل مقطع من وادي يأطوه اسم فعنا أول وادي أو أول مقطع من الوادي عملنا نحكي عن وادي طولة 40 كم يبدأ من جبل الجرمق الي على قمة في البلاد عنا في الجليلة على المركز رح نشاهدها لما نكون في مغارة الفختي ويكمل في انحضاره لاتجاه الغرب تيصب في البحر الأبرض المتوسط عند قرية الزيب الي من كل العربية المهجرة اليوم عليها مستوطنة أخذ زيبة عملياً فالوادي نفسه بنحكي عن وادي طوله 40 كم أول مقطع منه ببلش في منحضرات بيت جان فميسموه وادي بيت جان بيكمل في المنحضر في جبل الجرمق تهيوصل لقرية حرفيش عند حرفيش يسمى في وادي حبيس ليش حبيس؟ الاخدود الي له جداً جداً عميق ومحفور للداخل لم أحكي عن اخدود المصطرحات العلمية الكانيون الي هو أثر انحدار المياه وطيار المياه عبر السنوات بيصير في نحط عندنا في طبقات الصخور وبتنحضر المياه الي بتنحد في هذه الطبقات تتكون هذا القائر أو هذا الوعاء اللي منسميه في المصطرحات الجغرافية الأخدود فأخدوده جداً ضيق وجداً عميق عند منطقة حرفيش يسمى في وادي حبيس لما بيطلع من منطقة حرفيش بيكمل لاتجاه الغرب فهذا المقطع منسميه وادي القرن ليش بيسمى وادي القرن؟ نسبةً للقلعة وللمنحضر اللي مقابلة إلنا وشبه القرن عملياً بارز على الطرف الجنوبي من دفاف الوادي وهو وادي القرن نكمل في مصوره المقطع اللي عنده عبدون من أراضي قرية أو من أراضي العرب السمانية يسمى في عين هردويل وانطلقنا على خربة جوردية على حدود لبنان وطبعاً مع مشتركاتنا المميزات فإنهم ولاد عام وولاد خال وعملياً وإخوال وعمام في هذا الطرف وش اللي بيفسل بناتهم؟ هذا الجدار السياسي فقط فتم ترحيلهم وتجميعهم في قرية اللي عرفت في قرية العرامشة عرب العرامشة هي القرية هي تجميع الأربع خربة النواجير عملية بنحكي عن جورديح بنحكي عن عربين ومنحكي عن إدمث تم تجميعهم في قرية وتم الاعتراف كقرية عربي ومع مجلس محل اللي موجود فيها في عام 1982 وثوانين اللي هي معروفة اليوم العرامشة واحد اثنين ثلاثي ثلاثي ومن بعد ما كنا على الحدود اللبنانية صار لازم نزول مغارة الفخت عملنا فيها مصار خفيف لطيف واستمتعنا مع مرشد رحلتنا ربيع كبار شجرة بطم موجودة هنا في البلاد اللي هو البطم الأطلسي واحكينا عن عائلة البطميات هنا بنصادف من نفس العائلة لكن بنسميه بطم عدسة في التسمية الشعبية عنا السريس وين مغنيتنا؟ بيغنوا ميلي ميلي يا شجرة السريس ميلي ميلي على محمد العريس ميلي ميلي واسم الله عليه وفي حنا يا حنا يا ورك السريس البدل من غزة واتجربات من باريس موسيقى 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 حدا بيعرف شو الفرق بين مرج لبين سهل؟ مرج سهل مش حهاية وبحر مع البحر امتداده محاط بالجبال فهنا عملية نحكي عن السهل الساحلي وهو ارض مبسطة ممتدة مع مسطح ماء ونسميها سهلية ارض مبسطة محاطة بالجبال ونسميها مرج نيجي نطلع بالأفق وين الضباب وعملية الروية مش كفير واضحة لكن انا شايف جامعة حيفة دقيكم النظر جامعة حيفة شايفين هيك زي البناية مرتفعة بوزبط هذي سلسلة جبال الكرمل ومنشاهد رأس الكرمل لما احكيت لكم رأس وانت انا باحكي عن قمة جبلية رأس هو التقاء البحر مع الجبل فعمليا منشاهد رأس الكرمل وهنا عنا رأس النقورة هذا السهل ما بين رأس الكرمل لرأس النقورة منسميه سهل الساحل سهل عكة اللي هو جزء من السهل الساحل الشمالي على طول 40 كم العرض اللي هو يتراوح بين 5 لعند 10 كم اللي هو عمليا نحكي عن سهل عكة بعد النهار الطويل والممتع من المعلومات والفعاليات والمشي صار لازم نتغدى وغدانا اليوم كان أكيد مشاوي بعد الأكل لازم نهنضم فأكيد لازم ندبك وصار وقت توزيع الجوائز تركاتنا بطلع لي هندي صغيري تابعونا على انستجرام والتيك توك واليوتيوب والفيسبوك رحلتي اشتركوا في القناة